السلام عليكم إخواني الطلبة مرحبا بكم إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية اللهم إنا نسالك العافية اللهم ارفع عنا هذا البلاء في أمسية هذا اليوم المبارك يوم الجمعة إن شاء الله إذن مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة إحفظ التاريخ بأمتع الطرق إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشوفه سكتش جديد أو نقطة جديدة في مدة التاريخ وهي نقطة أو درس مساعي الإنفراج الدولي ما هو الإنفراج الدولي؟ إذن هذا الإنفراج الدولي هي مرحلة جات بعد مرحلة الحرب الباردة هذه الحرب الباردة التي دامت لسنين أين اشتد التنفس بين الكتلتين الشرقية والغربية على الرياضة العالمية وعلى السلطة وعلى مناطق النفوذ وإشتدت الأزمات كذلك يعني تخلطت في العالم خاصة مساكن في كوريا وكوبا هذا الشيء أدى إلى زيادة احتمال قيام حرب كونية مدمرة علش مدمرة؟ بسكوا كلا المعسكرين ولا كلا الكتلتين اكتسبت أسلحة الضمار الشامل يعني تخيلوا كون قامت هذه الحرب الكونية كوني أنا ننتمار أنا عايشين يعني لا نرانين دير الفيديو ولا أنتو ما راكم تتفرجوا لا فيديو وبالتالي هاد شيء فرض على العالم يدير تعايش يعني يفرض على العالم على الكتلتين يتفاهموا بس كونتخيلوا أنتو ما هاد الحرب اللي دامت لسينين الرؤاسة والسؤولين اللي كانوا في الكتلتين على العام مهمومين ديما مقلقين ديما يخموا يعني يخموا وش من قنبلة نخدمو وش من أسليحة كيفاش نجاوبوا على هاد الاتفاقية كيفاش نخدموا الأحلاف وش نديرو يعني لحقوا عن بوا أرقدوا ولا ما يجيهمش يوميا من المكلة وثانيا ما يجيهمش إماجين تكون تأكل الحوت ولا تأكل كروفات الله الله ويصوني تليفونك يقولونك روما بعتنا لعدورا بعتنا كذا الجيش أرواح أنت وفريها أرواح أنت وجوز هذا المورسو تعال حوت المهم دونك حبسوا لحقوا أنبوا وينقالوا يجمع حبسوا 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 رانعينا رانعينا من هذا الحرب يلزم نسلموا على بعضنا يلزم نتفهموا يلزم نديروا تعايش سلمي باش على الأقل واحد يعني يكمل حياته أليز دونك هذا وش صرع وش هدرت قاعدوك هذه المقدمة تع مسائل انفراج الدولي يعني كون في المتحان فالكزونك لقول لكم مهضروا لي على مسائل انفراج الدولي تبدو له بهذه المقدمة تبدو له بهذه المقدمة وتقول له كما قلت لك يعني يحزد الاحتمال تع حرب باردة مدمرة وتقول لأستاذ وتكتبوه في الورقة بلية أستاذ عبر كون قامت هذة الحرب مدمرة كون مراكش تصحح في الورقة تعاي يعطي لكم عشرين ديريكت قصدي عشرين تحت السفر يعني نقص عشرين بعيد الشرع لكم هذة هي المقدمة تع مسائل انفراج الدولي الآن ندي طيب شوية في هذا الدرس يعني نشوفه لعناوين ولا لسوتيتر تع هذا الدرس إذن العنوان الأول هو دوافع تعايش سلمي وش معانتها معانتها ما هو الشيء اللي خلى المعسكرين يلجأوا إلى تعايش سلمي يعني كانوا كانوا قعمة شددين واحد ما بنوا بالآخر كيفاش باش لحقوا ما هي الأسباب لي لحقتهم يديروا تعايش سلمي دونك هذا العنوان يقدر يريد في الامتحان على شكل ما هي دوافع تعايش سلمي ولا ما هي أسباب تعايش سلمي ولا حتمية تعايش سلمي يعني علش تحتمت عليهم يديروا التعايش السلمي إذن عندنا عدة عناصر نبدأ بالعنصر الأول في دوافع التعايش السلمي السبب الأول ولا الدافع الأول هو التوازن الرعب النووي أي امتلاك طرفين أسلحة الضمار الشامل تخيلوا أنتم هاد المعسكر عنده قنبلة درية تاعه ودولوط قوطي المعسكر الآخر تاني عنده القنبلة درية تاعه كون هذا يترتق هذا وهذا يترتق هذا العالم سيترتق دعوا نترتقوا هنا تاني لذلك لا إزنهاور لا ستالين واحد ما رح يعيش لأنا لنتمو ما لذلك على هذه راحوا التعايش السلمي بسكوكان يترتق العالم واحد ما رح يعيش على هذه استلزم يديروا تعايش السلمي السبب الثاني تأكد تأكد كل طرف من استحالة القضاء على خصمه بالقوة كذلك يعني أمريكا تأكدت ما رحش تقضي بالقوة على روسيا وروسيا كذلك تأكدت من ذلك يعني ما كانش حل إلا التعايش السلمي بسكوما قدروش يعني ما قدروش يقعدوا آفي وهما في حرب استحالة القضاء على الخصم بالقوة السبب الثالث هو الخسائر المادية والبشرية التي لاحقت بالطرفين خلال أزمة الحرب الباردة خاصة أزمة كوريا يعني ما عدوا بزاف عباد وكان خسائر مادية بزاف يعني بيوت ومستشفيات كل شرح خسائر مادية بزاف وبشرية يعني كون يكملوا في الحرب الباردة رح يزودوا ويموتوا وناس أكثر وراح يخلاص العالم ذلك يلزم نديروا تعايش سلمي باش نحبسوا هذه الخسائر المادية والبشرية رابعا ضغط الرأي العام الدولي الرافض لسياسة الحرب الباردة خاصة كتلة عدم الإنحياز يعني يعني الشعب ولا الدول دول أخرى التي كانت محايدة يعني ما راحتش ما راحتش نيه لمعسكر الشرقي نيه لمعسكر الغربي كانت محايدة الشعب تعهد الدول ضغطوا على على السلطة ولا على على المعسكرين باش يديروا تعايش السلمي خامسا التخلص من القيادات المتطرفة بنهاية حكم ترومان عام 1952 ووفاة ستالين في مارس 1953 واش معانتها هاد العنصر واش معانتها التخلص من القيادات المتطرفة ديجا عليش سميناهم متطرفة بسكو هاد ترومان وستالين كانوا فريمو متشددين بزاف بزاف ما يتفاهموش جام يتفاهمو كما راحتوا الفار مشتوكاش نهار تفاهمو جام يتفاهم طعم عاجير اياك العام الدوسو كيف كيف هاد يستوش واحد ما حب يسمح من حقه ستالين حلف لهم والله ما نطالق الحكم وما نشطالق العالم وطرومان كذلك قالهم شوفوا نموت وما تطلق عالم دونك ما تقدرش تدير تعايش سلمي تنكو هادو زوج راهم عايشين مدوم راهم عايشين تفاهمو تفاهمو تدير تعايش سلمي بيناتهم اذا كنت خلصنا منهم تخلصنا من ترومان بنهاية حكمه يعني انتهت فترة حكم تاعه وراح وستالين تخلصنا منه بوفاته تم قدرنا نديره تعايش سلمي سما هاد التخلص من قيادة متطرفة كان سبب ودافع للتعايش السلمي ساديسا تخلي الصوفيت عن النظارية الصفرية النظارية الصفرية هذي وما معانتها هذه النظارية الصفرية تأني ربح كل شيء او خسارت كل شيء يعني روسيا او المعسكر الشرقي كان يمشي بواحد العقلية يان نربح قا العالم يان نخسر قا العالم دونك ما حبش يسمح من حقه كي تخلص الصوفيت عن هذه النظارية قدروا يديروا تعايش السلمي يعني سمحت تهنات من النظارية سواء نربح كل شيء سواء نخسر كل شيء يعني هذه العقلية التشدد والعنصرية تهنات منها دونك هاد الشيء سمح لنا او لا دفعنا الى التعايش السلمي اذا دوكا عندنا ست عناصر يلزم نحفظهم ودرتهم في الشكل هذا على اليامين الرسمة هذي واش معانتها دوكا نسعها لكم وان شاء الله رايحين تقدروا تحفظوا هاد الست عناصر بدون اي عانا عندنا هاد السيد هنا يشبه لمن صراحة في النينجا ماذا تريدون عليهم؟ أرشي فيك هيا نفكركم بيهم ليوناردو دوناتيلو او لا غير توحجتهم كنت نحب اللي كان لابس الحمر هاتك شاطر الله بباركا شاطر كيمانا بو ما شكاع كيمانا ميش ويقل المهم هذا هذا الحكار مشينا هو هذا شوفوا درايو في المدينة هذي نروح نخليكم نخلي هاد المدينة مخلتوا فيها والو المهم درايو في هاد في هاد المدينة حتى جاء الشعب بها هاد المدينة بدو اختي الله المهم جاء ذو هاد السيد زعم شوية قلبه احدين عنده ورحمة قالهم راني افهمتكم بالميزة راح نخليكم قالهم ايوانت او ايوانت كيلو ولا اي كانت كيلو قالهم اي كانت كيلو سيضاني اسمحت لكم اي ازهاوبرك هاد السيد شوفوا اوحاكم ميزان باش يرجع القنابل تاعوا ايوانت اوحاكم ميزان هاد الرسم وشي علاقة بالعناصر نبدأ بالتفجيرات التي درهم هذه التفجيرات التي درهم ستفكرنا بالعنصر الخسائر المادية والبشرية هاد الدار المحروجة هي الخسائر المادية وهاد السيد مسكني طار وصحت له من ظهر ويطار قبل ما يموت هي الخسائر البشرية هذا هو العنصر الاول الخسائر المادية والبشرية خاصة بعد الازمات اللي اشفوا يعني الازمة اللي راحوا فيها بزاف ناس هي الازمة الكورية هذا هو العنصر الاول العنصر الثاني قتلكم بعد الانفجارات هادو هذا مسكن مننا مات وهذا غادو الحال يحجر هذه المدينة يحجر هذه المدينة يحجر المدينة اخرى ويعيش حيتو او يقولكم باسلامة باي باي هادو هادوشكون هذا في الحقيقة هو رئيس المعسكر الشرقي واللي مننا رئيس المعسكر الغربي رئيس المعسكر الغربي اخي قلنا ويلشفيتو ترومان قلنا باللي قلنا باللي راح يعني انتهت فترة حكمه انتهت تخلصنا من قيادة المتطرفة المعسكر الغربي بنهاية الحكم يعني ماشي بالموت بتاع ترومان ثم هذا راح غادو الحال ويقولكم باسلامة رواقف من ناحية الغربية ثم مش افكركم باللي رئيس تاع المعسكر الغربي بالنسبة من جهة الشرق من جهة الشرق مات واحد تفنه وهو رئيس المعسكر الشرقي ستالين اذا انتهت خلصنا من القيادة المتطرفة في المعسكر الشرقي بوفاة ستالين المهم هذا هو العنصر الثاني مع عنصر الثالث هذا ستالين انسيت موقع لم احكيت لكم اش حاجة عليه كي كان يقرأ في اللي سي كان يفوض بزاف القسم ووعدو يعطيها صفر في الامتحان وستالين هذا معدب ليش على هذيك الصفر عزيزة عليها بزاف هذيك الوقع اللي مكتوب فيها صفر عزيزة عليها بزاف قال هم شوفوا كينموت ادفنوها معايا هم لسقوا هالو في القابر تاعو كي ما تخلى هذا الصفر هذي تفكركم بالتخلي عن النظرية الصفرية كي ما تخلى عن النظرية الصفرية هي السوفيت ننكرنا تجور في الناحية الشرقية يعني من الجهة الشرقية للرسم اذا كي ما تخلى صفر هذي رح تفكركم بالعنصر الثالث اللي هو تخلى anzل النظرية الصفرية تخلى صفر هنا في الصورة تدري tentقليه يعني سالين هو اللي الخلى صفر تاعوه هو المعسكر الشرقي اذا المعسكر الشرقي هو اللي الا صفر moyenتخلى عن النظرية الصفرية رابعا نعطنا هذا السجر اللي يمثلوا الرأي العام اللي روم يعيطوا على المجرم ويقولوا له واختنا يضغطوا عليه بعبارة أخرى يضغطوا عليهم بشي خليهم يفكرنا في ضغط الرأي العام بما فيها حركة عدم الانحياز هذا هو العنصر الرابي نروح للعنصر الخامس هذا كي قالهم سيبون سيدي اي كانت كيليو رح تفكرنا بتأكد كل طرف من استحالة القضاء على الآخر اي كانت كيليو من دا مقدش نقتلك دونك استحالة القضاء على الطرف الآخر ذا العنصر الخامس وكي رجع مع هالقنبولتين تعه في الميزان رح تفكرنا بتوازن الرعب النواوي يعني امتلاك أسلحة الدمار الشامل في كل المعسكرين اذا هذا هو الشكل دوكا تسيوا تحبسوا الفيديو شوفوا مليح الرسم واغلقوا عينيكم وعودوا نفس الرسم خدموه في المختاعكم باش كلاسيه في الدرش تاع هذا الدرس في المختاعكم باش من بعد في الامتحان غير يسكسوكم على دوافع التعايش السلمي اغلقوا عينيكم حلوا الدرج هادك اللي رأوا في الدماغ تاعكم خرجوا هاد الافوتو وابدوا تكتبوه يعني بلا ما تحفظوا هاد الافوتو ان شاء الله رح تسهل عليكم الحافظ نروح ودوكا للعنصر ولا العنوان الثاني تاع هذا الدرس اللي هو مظاهر التعايش السلمي مظاهر ولا نتائج تعايش السلمي كيف كيف ماذا معنده هاد العنوان خرجنا قبل ما هي اسباب اللي ادت الى التعايش السلمي دو قادرنا التعايش السلمي يعني رحنا للتعايش السلمي الان ما هي نتائج هاد التعايش السلمي ولا هاد المظاهر التي جسدت هاد التعايش السلمي اذا كيف كيف نبدأ ونذكروا العناصر ونشرحوهم ابخي نوريها لكم في الرسم باش تحفظهم العنصر ولا النتيجة الاولى هي قبل ما نروح للنتجة الاولى نفكركم ماذا هادرنا قبيلات في الازامات او الا في القسائر المادية البشرية قدت لكم سيرت ازمة كوريا مات فيها بزاف عباد دونك من نتائج تعايش السلمي توقيع الهدنة الكورية يعني كان تم خلطة في كوريا قبل تعايش السلمي كذروا تعايش السلمي كنتيجة وقعوا الهدنة الكورية يعني كوريا سيبون رح تولي الى الامن والسلام الحمد لله توقيع الهدنة الكورية في جوليا 1953 النتيجة الثانية عقد لقاء جونيف في جوان 1955 ما بين ايزنهاور وخروتشوف والذي تم فيه الاتفاق على الحد من شدة التوتر بين الطرفين وش معانتها؟ هاد لقاء جونيف عقدوشكون ايزنهاور اللي هو اميريكي مع خروتشوف اللي هو سوفيتي واشداروا في هاد اللقاء اتفقوا فيه بللي نحبسوا سيبون مكانش اسليحة مكانش حرب ونقولون نعيشوا نورمال هذه كنتيجة لتعايش السلمي ثلاثة حل السوفيات لمكتب الاعلام الشيوعي عام 1956 مكتب الاعلام الشيوعي هذا تعد دعاية المغريضة تعد المعسكر الشرقي يعني كتش على تلفزيون وتدير قناة تدير راشين تعد صوفيات تجدهم يحلوا فيك اتبعنا اتبعنا المهم هذا المكتب الاعلام الشيوعي تعد دعاية المغريضة يعني اللي يحرض على الحرب الباردة تحل تهنينا منه بعد التعايش السلمي تحل هذا المكتب الحمد لله رابعا تبادل الزيارات بين قادة المعسكرين يعني مثلا قائد مثلا السوفيات يلحق الصيف يعيط الرئيس الامريكا ويقولون نجي نعقب عندك يا سيدي وجدنا الوطيل وجدنا سيرتو يعني الحوتو الكروفات الابسين ما يتو دونك تبادلوا الزيارات خامسا مد جسور التعاون التقافي والتجاري بين المعسكرين قبل التعايش السلمي في الحرب الباردة ما كان نتعاون 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 مد الخط الأحمر الهاتفي المباشر عام 1963 بين موسكو وواشنطن لتسهيل اتصالات بين زعيمي المعسكرين يعني زعيم المعسكر الشرقي يتحفاله ولا يلحق اللي يعيط الرئيس المعسكر الامريكي ويكسر معاه وشراك صحة دار فاميليا وشراهم تمال وشكليد وشماكليتش المهم راهم يكسروا هذي نتيجة مليحة سابعا حدود التعاون الفعال بين العملاقين في مجال غزو الفضاء كيف كيف دخل في صورة التعاون يعني اذا بعد ما شفنا العناصر وشرحناها دكا راح نجو للرسم ونورلكم كيفاش تحفظوه ان شاء الله عندنا هنا في أعلى الصورة جو ربيعي الله الله سحوب وشوية أمطار العصافير تزقزيق بالفط الحلو الباديع فيه العشب الرطب الأخضر ما أجمله زاه المنبر وعندنا نهر مناظر خلابة الجسر لكي تفوت الضفة الأخرى وعندنا زوج هادو عباد اللي رام يسلموا على بعضاهم توحشوا بعضاهم فوق البيرو هذا البيرو مالغوز ما تكسر شوية هنا واللي راه هذا ولبس الخضر كان هذا يأكل بزاف كان يأكل بزاف كان يأكل البيض مع الكمون بينصير وعندنا كل واحد عنده تليفون فوق طابلة نبدأ نشرحو الرسم إذا نروحو للجو الرابعي بحكم رانا فربع عندنا فوق الشجرة هادي عندنا هذا وشنو ماشي رصور ماشي كاماري هذا هدهد تعفوا الهدهد يا أخي هذا هدهد كرشو رسمتها له كيمة دائرة تعالم كوريا تعالم كوريا وكان شوية ريحة هنا هذا الهدهد إذا الهدهد هذا يفكركم بكلمة هده هدهد تشبه الهدهد إذا هدهد هدهد الكرشتاعه اللي رسمتها على شكل دائرة تعالم كوريا هدهد كوريا هدهد كوري هدهد كوريا وهذا الرياح يفكره الرياح تشبه الرياح توقيع الهدنة الكوريا العنصر الأول هو توقيع الهدنة الكوريا نظروا شوية الفوق السحاب هدهد اللي را يمسلم على الخلاق في السحاب إذا في السماء وش عندنا نجوم كواكب فضاء إذا التعاون في غزو الفضاء العنصر الثاني العنصر الثالث كيف كيف توجهر في السماء عندنا سحابة بصح هذه السحابة ماشي كما هذي هذه السحابة جاية شغل نيف يعني عندنا نيف في الجو جو وش فيه نيف جونيف هي اتفاقية ولا لقاء جونيف لقاء جونيف شفيت واش قلنا في لقاء جونيف هي عقد بين شكون وشكون بين هاد السيد اللي راه زاهي هنا اللي هو إزنهاور زاهي يضرع زاهي علاش بسكو طلع له الخرشف تاعه بعد ما سقطت الأمطار من جونيف إذا عقد لقاء جونيف تم بين إزنهاور السيد اللي راه زاهي والخرشف هذا مو ماشي بين إزنهاور والخرشف الخرشف هو خروتشوف إذا لقاء بين خروتشوف وإزنهاور في لقاء جونيف هذا هو العنصر الثاني هاكم شفيت ويخي لقاء هذا قلنا هادف تاعه الحد من شدة التوتر بين الطرفين العنصر الرابع لهو مد جسور التعاون التقافي والتجاري بين المعسكرين هاكم شفوا هذا الجسر بين الدفاتين تخيلوا هذا الدفات على أحد المعسكرين وهذا الدفات على المعسكر الاخر كين جسر بينهم يعني باش يجوزوا واحد يروح يحوز في الجو الرابعي والاخر يجوز لما هنا وهو بل satu باستخدام لأنك هذا جسر تاع التعاون وإذا رقم تشوفوا بها فهذا الجسر أرسمت كتاب في هذك الكتب فيها رمز الدولار ولا دراهم هذا الجسر تاع التعاون كتاب يفكركم بتعاون تقافي والرمز هذا كتاع الدراهم بالتعاون التجاري لذلك ما جسر التعاون ولا جسور التعاون التقافي والتجاري بين المعسكرين هذا العنصر الرابع نعود نريفيزيون من الأول بشمتل في الكمش إذن عندنا هنا فوق شجراء توقيع الهدنة الكورية والسحابة هذه على شكل يد في الفاضاء التعاون الفاعل بين العملاقين في مجال غزو الفاضاء وعندنا في الجو النيف هذا في الجو جونيف اللي أعطاننا شوية أمطار أعطيها الصحة أصحابها هذه وفرحطنا إزنهاور على جل الخرشف اللي ناض ولا خروتشوف لقاء جونيف بين إزنهاور وخروتشوف والجسر هذا جسور التعاون التقافي اللي هو الكتاب والتجاري اللي هو رمز دولار بين المعسكرين خامسا نروح خامسا تبدو الزيارة بين هذا اللي هو لابس لقدر المعسكر الشرقي لأنه من جهة الشرق وهذا من جهة الغرب المعسكر الغربي سلموا على بعضهم العنصر الخامس هو تبادل والنتيجة الخامسة هي تبادل تبادل الزيارة بين قادة المعسكرين وعندنا كل واحدة عنده تليفون مربوط بخط أحمر تبادل الزيارة بين تبادل الزيارة بين العنصر السادس وستا أغوش 63 هذا الخط الأحمر خدموه وإنشاؤه عام 1963 وهذا هو العنصر السادس العنصر السابع كما كنتشوفوا البيرو هنا من ناحية الشرقية رو مكسر يفكرنا في حل مكتب الإعلام الشيوعي هذا مكتب أنا في الجهة الشرقية يعني الجهة الشرقية تقل المكتب حل مكتب تأشرق الإعلام الشيوعي هذا السيد قلت لكم كان يأكله بيض والكمون كان محتوى فوق الطابلة كما تكسر الطابلة تأخر الكمون هذه تفكرنا في سقوط وين شفتوا الكمون شفتوا في الفيديو الفيديو اللي فاتت قلنا بشبهنا الكمون بمنظمة كوميكون كما تكسر المكتب هذا تأخر الكمون سوف يفكرنا في العنصر الثامن اللي هو سقوط منظمة كوميكون لذلك عندكم تمانية عناصر خيرو اللي حبيتو وحطوها في السوجي إذن ديروا نفس الطريقة اللي درناها مع رسمة يعني رسمة اللي فاتت حبسوا الفيديو شوفوا بيان الفوتو أبخي أغلقوا عينيكم وخدموها وعودوا ورسموها في دماغ تاعكم باش هكا باش تقعد في الدماغ تاعكم وتتفكروها نهار الأكزامة إن شاء الله إذن هذو هما مظاهر ولا نتائج التعايش السلمي نعاوذوا ما لول دوافع التعايش السلمي باش باش نعاونكم فلح فيضاء باش تتهنوا يعني تكملوا الفيديو تروحوا ترقضوا ديركت إذن دوافع التعايش السلمي سبب التعايش السلمي عندنا هاد المدينة اللي ترتقها هاد النينجا الضارة اللي تحرقت والسيد اللي يطاع الخسائر المادية والبشرية خاصة في أزمة كوريا واللي راح نوقع الهدنة في النتائج إذن العنصر التاني تخلص من القيادة المتطرفة بوفاة ستالين منها ونهاية حكم ترومان من جهة هذه إذن ترومان راح وقالكم سلامة هذا العنصر العنصر الثالث كيمة هاد ستالين خلق الصفر تخلي السوفيت عن الندارية الصفرية رابعا ضغط الرأي العام دروم يعيثه هنا خمسا تأكد كل طرف من استحال القضاء على الآخر توازن قنابل هذا في الميزان توازن قوى الرعب النواوي ستة نروح المظاهر تعايش السلمي مظاهر تعايش السلمي شفو الجو الرابع العصافير تزق زق توقع التوقيع لدينا هذا في السماء أو الفاضة تعاون في غزو الفاضة النف في الجو جون مع إذن هاور الخرشف أو الخرشوف لحد من التوتر جسر التعاون الكتب تقافي أس أو الدولار التجاري تبادل زيارات بين المعسكرين هدوزو جليرام يسلمو وتليفوناتهم فوق الطابلة مربوطين بخط أحمر مد الخط الأحمر والبيرو اللي تحل من ناحية الشرقية هو حل مكتب الإعلام الشيوعي كيتحل البيرو تحل سقوط منظمة الكوميكون قدنا وصلنا إلى ختم الفيديو إن شاء الله يعني عاونكم ولو شوية في حفظ هذه العناصر نلتقي لا تنسوناش بالدعاء بتاعكم ورب يوفقكم إن شاء الله تجيبوا قاع عشرين في التاريخ والجغرافية السلام عليكم